برعاية رئيس جامعة تيكريت أقامت كلية التربية وعلوم الرياضة مخيمة الكشفي السادس عشر لطلبة الدراسات العليا وتضمن المخيم إجراء العديد من الفعاليات لتعليم التلاحم والإسعافات الأولية مع مراعاة تطبيق شروط الوقاية من فيروس كورونا أقدم شكر وتقديري إلى دعم المتواصل من سيد رئيس الجامعة أستاذ الدكتور وعد رؤوف والسادة المساعدين العلمي والإداري لدعمهم المتواصل لمتابعة الأمور النشاطات الرياضية في الجامعة المخيم الكشفي عبارة عن تربية كشفية شاملة كيف ممكن الطالب يتعلم التعاون تقييم كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت المخيم الكشفي السادس عشر وهذا المخيم يقام سنويا وطلبة الصفر الأول في الكلية حقيقة صارنا أربعة أيام في هذا المخيم لأنه قسمنا الطلاب حسب الصفوف إلى مجامع يعني تلبية لتعليمات غلية العزمة كوفيد ناينتين أنه التباعد وهذا المخيم يعبرنا عن الصبر والتلاحم وقوة الإرادة احنا الطلاب هما بالبيت جبناهم من البيت كثيرين من وصلوا من المحافظات ووصلوا صبح المشاركة في هذا المخيم هو صح منهاج دراسي للطلبة لكن هناك فعاليات ترويحية فعاليات ترفيهية محاضرات في الأسعافات الأولية احنا موجودين من كل محافظات العراقية وأكيد مترابطين بياناتنا ومترحمين بياناتنا احنا ملتجمين بشروط خلط الأجمة ملتجمين للطلاب كلها عامة مرتديا الكمامات والمواد جابين مويانا مواد التعقيم من معاقمات إلى ديتور الفعاليات اللي صارت من خلال الأساتذة نقدم لهم الشكر طبعا صارت بالقاعات التدريسية شرحوا عن عمليات الأسعافات الأولية وهذه الأمور